أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن أرباح بلغت نحو 182 مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام 2022 أي بزيادة سنوية بلغت 97% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي هذا وتمضي شركة ألمنيوم البحرين في أداء دورها الحيوي في تنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني بوصفها واحدة من أكبر الشركات الصناعية في شرق الأوسط منذ انشق الطريقة عملياتها عام 1971 وشركة ألمنيوم البحرين ألبا تمضي قدما في أداء دورها الحيوي في تنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الأرباح المتواصلة التي تسجلها والتي جاء آخرها في لغة الأرقام تحقيقها أرباح بنحو 182 مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام الجاري أي بزيادة سنوية بلغت 97% مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي وجاء تأسيس شركة ألبا ليمهد الطريق للعديد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها مما ساهم في ازدهار القطاع الصناعي في المملكة بل وفتح الطريق أمام دول المنطقة لتأسيس صناعة الألمنيوم فيها حيث تعد ألبا واحدة من أكبر الشركات الصناعية في الشرق الأوسط ومن أكبر عشر شركات منتجة للألمنيوم في العالم وتقوم بسواعد القوى العاملة الوطنية منتاج الألمنيوم السائل بنقاوة تبلغ 99.7% ومن منطلق حرصها على تعزيز سلامة البيئة من أي ملوثات قامت ألبا باستثمار أكثر من 589 مليون دولار أمريكي للمحافظة على البيئة ونظير ذلك حصدت ألبا على الاعتراف الدولي لكونها ملتزمة بتنفيذ أعلى المعايير البيئية في جميع أنحاء المنطقة هذا ويواصل أكبر مصر للألمنيوم في العالم ريادته في مجال الاستدامة من خلال تصنيفها كأفضل شركة في المملكة من حيث تقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لتواصل ألبا بذلك مساعيها في رفع نسبة مساهمة قطاع صناعة الألمنيوم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر